مرة اسمعنا الاخر مرة يقول لك مطار تونس اخر مطار اسوأ مطار ومطار بتاع الدوحة احسن مطار حبيت نشوف ننور المواطنين تعنا اشنا هو الحكاية هذي ايرهلب هذي الشركة دي عاملة التقييم هي منظمة تابعة الجمعية لمناصرة الحقوق المسافرين اللي هي تخدم على اندمنيزاسيون تعويضات للمواطنين اللي هما مثلا توخر طيران تحم اه هذيك تخدم عليهم بعد وليت تعمل في اه تقييم تقييم هذي على شنو يستند خنبدأو بصعب مثلا تصنيف بخاطر يجيه قولك تاح العبيد كل دركزت على مطار تونس كرتاجق اخر واحد ومئتين وتسعة وتلاتين نلقاو اللي متار الول هو اه المطار حمد للدوحة الثمانية فاصل اثنين وخمسين على عشرة من بعد جيه مطار كاب في جنوب افريقيا ثمانية فاصل خمسين اما شنو نلقاو زادا نلقاو مطار واشنطن معناه في المرتب حداش ثمانية فاصل تين وعشرين عشرة نلقاو اه مطار لندن قتويك ستة فاصل تسعة وتسعين نلقاو شارل دي جول سبعة فاصل سفر سبعة مطار تونس كرتاج خمسة فاصل تلاتة وخمسين هذي على شنو مستند سماح مستند علي اخترام توقيت الرحلات معناه كل رحلة تفوت خمستاش دقيقة في الوصول ولا في الاقلاع تعتبر معناها نقطة سلبية عنا الخدمات في المطار هكي ولا ليه وعنا كيف كيف الفضاءات التعالى الاكل والكاترينج والفضاءات الدجاري دونك الهناء عندك ستين في المياه على احترام التوقيت عشرين في المياه على الخدمات وعشرين في المياه على الاكل وكذا معناها احنا كنجيوا تونس خمسة فاصلتين مع الاسف تونس مخدم طيحين في التوقيت عنا اربع فاصل معناش المعدل في التوقيت الرحلات تايحين غريبة ملا مفاجأة ملا مفاجأة معناها الحقيقة يصير تفاجأ اما الحاجة نحب نعرفها وعليش اختاروا الميتين وتسعة وثلاثين هذوما كل واحنا عنا اربع لف مطار اي على خاطر يركزوا على المطارات اللي فيهم اكثر ضجة واكثر من المواطنين معناه يجيه فما اللي يشكر المطار الفلاني يقول لك راهو ممتاز وفما عباد اللي هي تقدم شكايات شكايات كل شي وعندهم داتاك يتري بوانتو معناه احنا سيفريد تونس احنا نجيه وقلوا اخر في الميتين وتسعة وثلاثين اما راهو ما بيناتنا احنا وشارل دوغول فما بعض الا معناه ما بين احنا هو وفرانكفورت اللي هو معناها معناها بول كبير معناها زوز نقاط معناها احنا متين وتسعة وتلاثين هم متين وتسعة وتلاثين معناه الهنين نحب الركز اما مسالش اذا متارنا احنا نعرفوا اللي متار تونس كرتاجر عيوب اللي فيه والمشاكل اللي فيه ولا يرتقي بش يكون مطار تونس تعد دولة تونسية تعد تونس اللي احنا نحبها ونحب لهنا ماذا بيه وقتش حلو موضوع التاف عنا مطار من ارقى ما فما في انفيدة ماذا بينا احنا هذك عاليش مسايبينه مسالمين فيه وقعدين قاسيه فيه هذية الي هذية وقفها وقته هنا ماذا بيه موضوع التاف يتحل واضح دكتورة سيناس انا انا جو بارتاج لافين تعمو عز مية في المية شوف مطار تونس كرتاج أبار لغتار دول والتابي والباقاج وقدش تقعد تستنى في الباقاج انا بشقول لك حاجة والكل عشناه اول ما تدخل المطار انتهابت مطار تشوف مطار لونه اكحل الزليز العالم الكل المطارات يبدو بيوض القاع بيضة الضوء ابيض اجريابل تشوف حاجات بيه نحنا كولور صنبغ اش تفهمك عبادو شفهم هذي واحد تتعدل لتابي فريشوب حالة ما عندكش لشوار وش مرح تدخان في المطار ذولي كان مطار نتجزار المطار كان هيل في التسعينيات بتاع تونس شو هيل معانتها يوفي بالحاجة انا شو نقول انت شوف المطار سببها تونس برا شوف لغارة تابر شلونة كيفيف راه عنا مشكلة تعنقل في تونس راهو متارنا نيباد ديني شوفوا ياولادي براو شوفوا متار الجي هاو بجنبنا شوفوا متار القاهرة هاو بجنبنا شوفوا متار المغرب هاو دول كيفنا ما تقارنيش يا سيدي لاب دبي او المدينة كنا متارنا بعيد برش اي ما تقارنيش لاب دبي متارنا راهو يا سماح من يظل يمكر من الواحدين في العالم متار تونس اللي ما عندو حتى ليزون مع الترانس بور انكم لا تلقى منين تاخو منو مترو لا تلقى تران تلقى تاكسيات ونعفو تاكسيات على التعالي المتار والجو معانتها والله العظيم والله هالبلاد هذي تستحق نقل عمومي موحكينا فيه تستحق نقل عمومي يليق بالتونسي من المتار للكار للتران هذو عنا مشكل يبزمنا نعالجوه ونحكيه فيه متار نفيذة معه معزن لواش قلتو خاتر إلى سولفي ام بوان امبورتون متار نفيذة تبنى بمقييس هايلا وينو وعالمية مش موجود كلمة سيد العميد مطار وجه البلاد ديما شي تابع بعض من قتل كراهي سنأولى الثورة بعد الثورات في العالم ديما تصير هال هالكراش والحاجات اللي صارت خل مطارها نعرفه من الثمانينات ماشي واخر ماشي واخر والأدهى والأمر كل شي نقبل انا مرة في سفرة حالية تنلقى الفليز محلولة حلها الحل حبي خلحها تفجعها لقا زي تفجعها تفجعها يقول لك المصيبة عملتها معناها ليعمل في المواطنين صار علينا منعني منعني زي هو محتوط فوق مروح كنت في مهمة فهمتها يعني وليت نفهم نفهم مش يصير اللعبات يميمتش حس السيد ليه حتى حلا وزي انت عميد معنا شعرات وسيوفة هني قط وما مش تفجعها وفما حاجتنا صراح ما صراقش سكر وخلا سلفني كومبا سيد العميد كل ما نسافر اتعدى نهزم عندك كومبا سيد العميد زي من عند العميد لا لا ازم المسؤولين هنا صحيح انا مش برشا مني مشيت الحقيقة توجع توجع برشا من الباب من الباب تحس صفطة من الباب معناها تحس شين الحكاية والشيات قاعدة تعمل داخل مش معقولة لا كالي تيت ع السيرفيس لك القاوي القاوي بتنقيل ونا بقديش معناها امور ما تجيش ما تجيش واجه بلادنا واجه تونس هوداي نعمين في كل انا منشوش نحكي انا مش نقولة عليش يصير هذا الكل عليش يصير في المطار متاعنا هذا الكل ومنجمش نعطي عرفت كنو عندك ولدك ما تحبش يقول لك شكون يقول فيه لكلام الخائب منجمش نعطي قلبي وجعني وكهو واضح هوداي نعمين انتي في بيك شتوقد معنا لتسعة مشتوقد معنا لعشرة ودا نعمين اليوم الدكتور متألق اليوم هاي ليدهولي معزة اه شكرا لك اليوم دكتور دكتور معنا شعرنا ما نحكي يوم معنا دكتور خاطو خاطو خاصة تسعة وثلائفين بالمية اه يام وليتي سبعة تلائفين بالمية لطفي بوشناق احنا الجود سرخة فايزة احمد لقيتك في انا ويك حالة هودا سينا انا لحكي ننتظر في النتيجة ننتظر النتيجة اي انا الغنين نحبها برشا ومصيرها كما الفن اللي مش مسموعة زيدا ايوة عافظت كيف اللي عندي سؤال دي مراج دي مراج هاي لليوم هودا نعمين سؤال سؤال بقى نشوفوا في برشا ناس اللي يمات ما هابتين تصورهم في الصفارات وفي الريسبسيونات وكل شي انتي سمح فانا مشيت شوفتو السؤال يدي ما اشترب كوش اختوني من ما زالي صباح انا من اللي بديت نخدم سمونتاش نسناء قناعة شخصية عمري ما دخلت لصفارة حكا لاني اعتبر اني اعلامية وما نيش ملك روحي وانا ملك بلادي واحترموا جدا صحابي اللي يمشيوا للسفارات وبالعكس معناها رو ساعات فما تليقي حضارات وفما ناس وتعرف عليهم حكايات يعني حتى فيما يخص الحضارات متاحهم روح اللقاءات يسرح لوا لكن انا هكا نرا وابش نقاط هكا ممكن بش ماليش نهار شرف ليك نعم البرنامج هكا كبير مع شخصيات من البرمج بيا نكون ما ممشيتش الاسفارة لكن احترموا جدا الاسحابي والاالميين والسياسيين وغيري غيروا اللي يمشيوا للسفارات كل واحد وراي وانهذا رأي الشخصي جدا وينجو يكون غالط شكاليك معزلي واخر مرة يربح معزلي في تصالتينا متاع العشرة والنيس ما زل تسأل عراتاتوي وانا حاش ما معدش نش بدالي هالغاتاتوي للعميد توفيق ديدي شو هتاوس اليوم في اللي مش نكلم كلمني مش كلم ساميح نقول كل حب الراتاتوي ما سيش نقول سماء كلمة اي على خاطر انت ساميح وماذبية الناس ما يقرأوا هاش نفاق واضح ما زلت معنا ما زلت معنا يهودي حتى للعشرة شكرا دكتور سليم العسي من سبعة حتى للتسعة هذي ناس ديوان ربي يرحم سعدي رجعي